يعني ما حدود العلاقة بين زوج البنت و أم البنت أخت الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة لأم البنت أم الزوجة تعتبر محرمة على زوج البنت تحريم أبدي بمجرد دخول للزوج على البنت فإذا دخل الزوج على البنت عقد عليها و دخل عليها حرمت عليه أمها و بعض العلم يقتربون بمجرد العقد على البنات تحرم الأمهات لقول الله تعالى و أمهات نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم بمعنى و أمهات نسائكم التي دخلتم بهن فالمقصود يا أخت الفاضلة بأن الزوج هذا زوج البنت تعتبر أم البنت أما له فهي محرمة عليه تحريم أبدي تحريما أبديا ولذلك العقد على البنات يحرم الأمهات و الدخول على الأمهات يحرم البنات لاحظتي؟ العلاقة مثل ما جرت عادة الناس في جهتنا و منطقتنا دائما يعني الأم الزوجة هل نعرف نحن بأنها تحتشم يعني صحيح أنها تكشف لزوج البنت صحيح أنها تجلس معه صحيح أن أحيانا قد تحتاج السفر معه إذا كان رجل صالح و أمين و ليس يعني لا يخشى جانبه مثلا يأكلون على صحا واحد لأن هذا ولدها هذا يعتبر ولدها أما والله الزيادة مثل ما ذكرت الغشمرة يخلو بها مثلا في السفر لغير ضرورة أو حاجة ما هو بسفر حج و عمرة حقيقة هذه الأشياء ما عرفها الناس ما عرفها الناس يعني بالغالب المرة ما تسافر مع زوج البنت لوحده و إياه يروحون سياحة ما عرف الناس هذا و لذلك أحيانا قد يمنع العلماء إذا كان الزمان زمان فساد انتشار بعض الفساد و الانحراف و الشذوذ و العيادة بالله يمنعون أو تكون الأم البنت شابة يعني ما كل امرأة زوجت بنتها تكون عجوز لا في نساء بالثلاثين و بزوجات بناتهم زوجة بناتهم هي عمرها بالثلاثينات فالمقصود بأن أخت الفاضلة هذه مهم جدا و لذلك رسالة لكل أخت و أم تشاهدني أن تتق الله هناك مهما كان حتى لو كان ممن يحرم عليك في مسافة لا بد أن تجعلي مسافة قضية الغشمرة و المزاح و اللمس و السفر و الخلوة هذه كلها ممنوعة ليس منع تحريم قد يكون ممنوع سد للذريعة و لكن أحيانا قد تضطرين الآن هو مسافر للحج و حب يأخذك معاه و ما عندك أنت محرم ما في بأس يأخذك أنت و بنتك و هو زوج البنت يروح عمره مثلا ما في بأس إذا كان الرجل هذا يخشى عليه بحيث مشهور بالفساد مشهور بالشر معروف بالعياذ بالله بارتكاب المحرمات مثلا لا تجتنب المرأة حتى لو أنها تغشت عنه وتغطت عنه فإن فعلت الشيء الواجب لأنه العياذ بالله قد يكون هناك حراف و شذوذ عند بعض الأزواج فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم